دكتور احنا من اتفاقل الحقيقة وعندنا يعني كان لنا نصيب كويس جداً مع مدربين وبديرين فانيين الملتخب المصري زي محليين زي حسن شحاتة كده وقبلي الله رحمك وتعمل الجهري طبعاً أكيد لأي مدى ممكن ننتظر خليل نقول نفس الحظ إن شاء الله مع حسام حسن وخليل نقول إيه العوامل أو إيه المفاتيح أو إيه الأدوات اللي ممكن تكون مع حسام حسن كمدير فني محلي يقدر يتعامل بها مع لعبي المنتخب جميل بس أولك حاجة إحنا عندنا دايماً مشكلة بتاعت مدرب محلي ولا مدرب أجنبي بعضية الخواجة دي يمكن لحد فترة قريبة كان كل إنجازات منتخب مصر مدربين محليين يعني كابتل جوار الله رحمه هو قد منتخب مصر كسلام تسعين فازمع المتخب بأم أفريق 98 بعد كده قعدنا نتخبط شوية في مدربين أجانب في أجانب في أجانب لحد ما رجعنا تاني إلى مدرسة المحلية وطبعاً كانت زروة النجاح ما كابتل حسن شحاتة 2006-2008-2010 بأداء خرافي ونتاج مزهلة أمام أجيال يعني منتخب مصر قضى عليه يعني كودفور والكاميرون كان عندهم جيلين قويين جداً جداً الجيلين دون ماخدوش البطولة من السبب كان منتخب مصر مع إن كانت زروة ما كانتش عندك محترفين كتير موظومة لها محلية ولكن كابتل حسن شحات عمل التوليفة اللي هي القوية دي بعدها دخلنا تاني في نفس القصة بتاعت مدربين أجانب يمكن النجاح اللي حصل بس الوصول لكاس علامة 2018 يمكن ما كانتش هادئة أحسن حاجة في البطولة هناك وصلنا اتنين فاينال مرتين في كاسهم أفريقيا 2017 و2022 ولكن ما كناش موفقين في الاتنين النهائي سواء طبعاً مرة مع كوبر ومرة مع كيروش خسرنا مرة من الكاميرون ومرة طبعاً من استنغال بركات الترجيح لكن مصرنا لحد آخر خطوة وما كم النهاش للأسف يعني ما كناش موفقين فيها ولكن رجعنا تاني لمدرب محلي إيه الميزة عند حسن حسن أو أي مدرب وطني إنه هو فاهم كيمية اللعيب فاهم نفسية اللعيب المدرب الأجنبي لما هتعامل هتعامل بدون عواطف يعني ما يكون عنده لاب عنده مشكلة مش بيفكر في الكلام ده لكن كابتور صامح حسن وهي مدير فني وطني هبقى قريب من اللعيب هبقى عايف لو عنده مشكلة هبقى ممكن يقعد معاه لغة التواصل أسهل يكفي حالة نتكلم باللغة واحدة يعني أول ما جيه مثلاً أقول لكه لقطة والناس شافتها محمد صلاح أول ما جيه والناس شافت لقطة وكان وزير شاب ما وجود دكتور أرشا في صبحي والتاتة وقفل مع بعض وحصل كلام أي حاجة تقريت قبل كده بتقرص في الثواني بعكس ما يكون حد أجنبي وحد بينقن عن حد وحد بيترجم ممكن كلمة واحدة يترجم غلط تباوز الدنيا كلها لكن ما يكون إحنا منتكلم زي ما إحنا منتكلم مع بعض دلوقتي الدنيا تبقى أسهل بكتير عشان كده مع أول قعدة من كابتن حسن مع محمد صلاح الدنيا خلص يا بقى هديت خالص خالص بعكس الكلام يعني جعله كلام سخيف كتير حصل للفترة اللي فاتت ولكن زي ما بيقوله أي اختلاف بين اتنين لما يعدوا مع بعض يعدوا تتكلم بينهي الموضوع ونفس الكلام حصل على فكرة مع عمر كمال كان برضو كلام كتير جدا عمر كمال وسبحان الله قدرا يصاب أحمد فتوح فيخرج من معسكر فأول حد يا سيدية كابتن حسن عمر كمال اللي كان فيه كلام كتير جدا جدا برضو أول مرح عمر شفنا مشاعر الود والمحبة والاحترام بين الطرفين لأن في أول وفي الآخر هنفترد هنفترد جدا أن فيه اختلاف بيننا مهما كان اختلافنا مصلحة العليا طبعا المصلحة العليا هدفنا واحد عايزين منتخب مصر يفوز عايزين منتخب مصر في كاس العالم إن شاء الله يعني وفي الفكرة دا لو حصل وصلنا للمنديال هتبقى الأول مرة في تاريخنا نروح بني كاس العالم وربعة بكده وش المدربين المصريين على المنتخب طول عمره حلو إن شاء الله بإذن الله